وصلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة اطلق القوافل العلاجية بقرى محافظة أسوان وفي قرية السبيل التابعة لمركز كوميمبو في أسوان تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1848 مواطنا في مختلف التخصصات واضافة لتوفير معملية الطفيلات والدم والأشعة والصيدلية التي توفر بها أكثر من 130 صنفا من العلاج الذي تم صرفه بالمجان لجميع المترددين معنا خدمة الأشعة العادية معنا خدمة الأشعة التلفزيونية معنا اثنين معمل معملة الطفيلات ومعمل الدم معنا صيدلية في أكثر من 100 صنف الكشف والعلاق في القوافل العلاجية بباب المجان بنتوجه لتنفيذ القافلة في القرية بنبدأ في فعالات اليوم الأول للقافلة الطبية أو اليوم الثاني بعمل ندوات تسخفية صحية لسكان المنطقة بنتكلم في كيفية حصوله على الخدمة الطبية سواف القافلة العلاجية في المستشفيات بنوجههم حصوله على الخدمة الطبية صح نشكر الرئيس عفتاح السيسي على القافلة الطبية اللي لها يوميا عندنا وعلاج والناس مبسوطة وكشفت الناس كتير ومن غير أي مقابل من غير أي فلوس ترجمة نانسي قنقر